بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد الجرنوسي والنهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي تقدر تمنع اي برنامج كنت مثبته او نازل مع النظام من انه يستعمل الانترنت او يوصل للانترنت عن طريق الويندوز بدون استعمال اي برامج على سبيل المثال اي برنامج بيستعمل الانترنت عندك زي او اي متصفح سوى جوجل كروم فاير فوكس اوبرا او اي متصفح فهنجرب الطريقة من خلال ويندوز 10 والطريقة مش ويندوز 10 بس الطريقة بتنفع لكل انواع نسخ ويندوز فتعالوا كده نجرب مع بعضنا ندوش كليك مين على ستارت ونروح لي الستنجز او اعدادات الويندوز باي طريقة انت عارفها بعد كده هنيجي نختار نتوورك ان انترنت هندوس علاق كده هعرض لك طبعا بعض الاختراعات هتيجي تنزل تحت شوية هتختار ويندوز فايروول فبيكون بالمساري اللي فوق ده كده control panel بعد كده system and security بعد كده ويندوز فايروول او ممكن تيجي تبحث عنه من خلال انك تكتب الاسم بتاعه في السيرش هنا بكل بساطة هتيجي تختار advanced settings او اعدادات متقدمة لو انت بستعمل الويندوز باللغة العربية هيزر لك الاعدادات المتقدمة لويندوز فايروول وخلي بالك او تلعب في اي اعداد او اي option انت متعرفوش في الاعدادات بتاعة الفايروول الاعدادات المتقدمة دي لان انت ممكن تباص حاجة في الشبكة عندك لو خاصة لو كنت موصل اجهزة مع حد او في نتورك عندك فامسك نفسك قدر الامكان ومتعملش اي حاجة غير اللي احنا هنعمله ده هتلاقي عندك هنا كذا option هيهمنا ال inbound rules والoutbound rules وهتلاحز ال inbound فيه سهم طلع لفوق كده نحية الشمال والoutbound نازل سهم نحية اليمين لتحت كده فال inbound اللي هي الاتصالات الوردة والoutbound اللي هي الاتصالات الصادرة زي بالزبط لو انت بتسمع لحد ان اتصل بالجهاز بتاعك فدي اتصالات واردة حاجة جايلك انت اما الصادرة اللي هي بتيجي من البرامج اللي انت مثبتها على الجهاز بتاعك كمثال المتصفحات اللي انت مثبتها عندك فدي بتستعمل الانترنت او البرامج اللي هي بتعمل دولود او بتوصل لي الانترنت من خلال الجهاز بتاعك ده بكل بساطة مفهوم المصطلحين دول عشان تكون فاهم معناهم تعالوا نرجع للجهاز تاني انا دلوقتي عاوز اعمل بلوك لبرنامج او متصفح زي الفير فوكس ده كده تعالوا كده نشوف لو اجا شغل الفير فوكس ففتح قدام اهو حتى لو اجيت ابحث عن اي حاجة فهتلاقي ان الانترنت شغل بدون اي مشاكل طيب دلوقتي اجي بقى للخطة المهمة وهو حجب او حظر متصفح فير فوكس من الوصول للانترنت سواء كانت اتصالات صادرة او اتص اختار نيو رول بعد كده هيظهر لك الاوبشنات دي هتجي الاختار منها بروجرام بعد كده هتدوس على بعد كده هزهر لك وبشنين و ذي س برو جرام باظ فانا هاجي ادوس على براوس او استعراض علشان احدد مصار البرنامج اللي انا عاوزه غالبا بتكون البرامج في اسي في فولدر او 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 ايكس ستة وتمانين فانا عندي هنا المتصفح اللي انا عاوزه بتاع فارفكس في برو جرام فايلس ستة وتمانين ايكس فاجب افتحه وادور على فولدر موزيلا فاير فوكس ومن خلاله اختار ملف التشغيل اللي هو بيكون الانتداد بتاعته اي اكس اي فاختاره وادوس على ابن بعد كده هادوس على نيكس بعد كده يظهر لي تلت اختارات بالشكل ده اختار الاختيار التالت اللي هو لان انا عاوز طبعا اعمل حضر لاستعمال الانترنت من خلال البرنامج ده وادوس على نيكس يتأكد ده ان التلت اختيارات دول عليهم علامة صحي بالشكل ده وادوس على نيكس بعد كده يطلب منك تكتب اسم ووصف هتكتب الاسم اللي انت عاوزوك فانا هكتبه فير فوكس والوصف ممكن تتجاهله تماما وتدوس على فنش تعالوا بقى كده نجرب نفتح اي لينك زي احنا جافين قدامنا من خلال المتصفح فهتلاحظ ان المتصفح ما قطعش عنه الانترنت ولا حاجة ودي لانك منعت الاتصالات الواردة بس فتعالوا بقى نعمل خطوة الاتصالات الصادرة اللي هي تعالوا كده هنكمل الخطوة بتاعتنا اللي هي الخطوة التانية هتيج على بعد كده بنفس الخطوات بالضبط هتدوس على بعد كده هتحدد المسار طبعا انت كده كده فتحه فهتدوس على بعد كده هتتأكد برضو ان دي على اه او اختيار بعد كده هتدوس على وتأكد ان التلاتة دول عليهم صح وكمل هتدوس على وتكتب الاسم او اي اسم انت عاوزو هتدوس على فنش فتعالوا بقى كده نفتح اي لينك هنا كده لاحظ مش قادر يتصل بالانترنت فبكده تكون قدرت تمنع متصفح فارفوكس منه نوصل للانترنت باي شكل من الاشكال سواء كانت اتصالات صادرة او اتصالات واردة من خلال متصفح فارفوكس نفس الكلام بينطبق على اي برنامج انت عاوزو دلوقتي تلاحظ انا ان فارفوكس بقى جنبه علامة حمرة علامة الحظر بالشكل اللي قدامك ده كده العلامة دي كده فلو جيت حابب ترجع الخاصية تاني هتدوس عليك وتقول له يعني عطل لي الرول اللي انا لسه عاملها دي او انك تيجي من هنا كده تختار وتمسح الرول دي تماما بعد كده هتلاقي المتصفح ظاهر عليه علامة الصح بالشكل ده كده وهتيجي ترجع للاوت باوند رولز هتلاقي برضو معمول عليه علامة العلامة الحمرة دي كليك يمين وتختار بعد كده هتدوس على هتلاقي الموقع او هتلاقي المتصفح وصل له انترنت فكده هو بيحمل اهو قدامنا وفاجح معنا الموقع ازا احنا شايفين قدامنا فبكده الانترنت رجع له من جديد فبكده تكون قدرت تتعلم انك تمنع اي برنامج على الجهاز بتاعك انه يوصل الانترنت على الرغم من وجود انترنت على الجهاز الموضوع يكونوا فيك جدا جدا لأولا الامور اللي بيحبوا يرقبوا ولادهم وحبين يحجبوا مثلا او يحضروا برنامج معين او متصفح معين بالطريقة دي او بعض الازواج اللي هم بيحبوا يرخموا على مراتاتهم او المراتات اللي بيحبوا يرخموا على جوازهم والالحاجات دي كلها المهم ان كل واحد يستعملوا بالطريقة اللي هو حبيبها كمان ممكن واحد صاحبك يرخم عليك او امسك جهازك ويعملك الحركة دي تيجي تفتح الجهاز في نت بس اللي بتاع مش عاوز يفتح فده برضو ممكن يكون سبب من الاسباب اللي المفروض تحطها في الاعتبار بحيث ان لو مفيش نت او بحيث ان لو في نت على الجهاز بتاعك والمتصفح مش عاوز يفتح او برنامج معين مش قادر يوصل للانترنت فاروح راجع من الفايروول عشان تشوف البرامج اللي هي محظورة من استعمال الانترنت على الجهاز بتاعك فده بكل بساتة قنشرح الموضوع ياريت في الاخر لو اعجبكم مانسوش يدعموني بانكم تضغطوا لايك للفيديو وسبسكراب او اشتراك للقناة اللي هيبكونا المدورة اللي فاق بروس دي ولو كان عندكم اي اقتراح او اي استفسار ياريت تسيبوه من خلال التعلاق تحت الفيديو وان شاء الله هارد عليكم في أسر عوات ومنسوش تابقوا اكدد برامج الشرحات على موقعنا موقع تكنو عربي وتابقوني على الانستجرام جرنوسي فورتيك واحمد الجرنوسي بشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام عليكم